وحول الزيارة الملكية لدائرة الأراضي لشمال عمان والمتابعة الحكومية لزيارة قال صوفين إن الزيارة تأتي تأكيدا على ضرورة الاهتمام بالاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجهه حاب أتعامل مع هذا الموضوع مع موضوع زيارة جلالة الملك على أنه فرصة يعني أولا هو من حق جلالة الملك الطلاع على ما يقدم للمواطني من خدمات ويطمئن عليها سواء في دائرة الأراضي أو غيرها لكن نحن كدائرة تعاملنا معه كفرصة وكان كذلك هذا الصباح زارنا معالي رئيس ديوان الملكي ومعالي وزير المالية التقينا على أرض الواقع في مدرية أراضي شمال عمان بحثنا في كل نقاط التحسين اللي ممكن نجريها على عمل الدائرة كادرها بحثنا موضوع المبنى هو المبنى مستأجر نظافته بحثنا موضوع تعطل النت بسبب الشركة المزودة يعني يوم زيارة جلالة الملك كان النت معطل وكانوا الناس المهندسين الشركة موجودين من أجل الصيانة بس هذا لا يعني أنه إحنا نوقف عند مسألة أنه تعطل النت ما في حل لا في حلول واليوم كنا بصدد بحث أنا والزملاء مواضيع كثيرة لها علاقة بالتوجه نحو الجمهور يجب أن يعتاد موظفنا وأنا من أول يوم قلت لهم لن أرضى أنه مواطن يعاني في دائرة الأراضي من عدم الاحترام أو من الانتظار الطويل لأنه هذا يعني يسيء للأردن حضاريا إذا كنت موظف عام غير قادر أنك تؤدي الخدمة كما يجب يعني المفروض فيك أنك تغادر الخدمة المدنية ترجمة نانسي قنقر